اشتركوا في القناة وما تفهمش بقى كان بيحاول يخمس ولا كان بيحاول ان هو يعني يتحكم في عجلة القيادة وخلفته فنتج عنه هذا الحادث لسه مفيش تصريحات رسمية فيما سوف يتم مع قائد هذه السيارة هنعيده كمان مرة ونحاول نزوم شوية استاذ ايمن لو لو ينفع انتبع مع حضراتكم الفيديو لحظة وقوع هذه الحادثة في مصر الجديدة امام مسجد الخلفة الراشدين الحادثة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بتظهر يعني سيارة بتسير ببطء اثناء عبرها احد الملفات في منطقة مصر الجديدة وظهر خلال الفيديو سيارة وهي تتحرك حركة غير طبعية نركز تاني ونشوف حركة غير طبعية قبل ما تصدم او تصطدم بالشخص اللي اصيب في الحادث اهو يا الله يا الله كله ظهر في الفيديو اللي حضراتكم شايفينه في هذه التخطية اتهمات كتير من هنا انتشرت على السوشيال ميديا لقائد هذه السيارة منها مثلا انه كان بيحاول يلعب بالعربية في الطريق العام ولم يستطع التحكم فيها مما ادى الاستضامة بالشخص اللي واقف على جانب الطريق يعني نسأل الله ان يكون مصاب وليس متوفى يعني ما فيش اخبار بتفاصيل في هذا السياق حتى هذه اللحظة بس ممكن اقول لحضراتكم اعترافات تفصيلية ادلة بها سائق السيارة المتسبب في اصابة شخص بالحادث خلال تحقيقات النيابة مع سائق هذه السيارة واللي قال في التحقيقات انه كان يسير في طريقه بشارع السبق اتجاه جسر السويس وفوجئ باحد الاشخاص امامه ما ادى الى استضامه به وقال بالنص حاولت استخدام الفرامل ولم استطيع التحكم في ايقاف السيارة بعد كده تم نقله الى المستشفى من هنا مشاهدين امرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وعرضها على مهندس فني لفخصها وكتاب التقرير وافي عن هذه السيارة خليني بقى من هنا اقول لحضراتكم ان وضعت الادارة العامة للمرور مجموعة من الارشادات والنصائح لكافة سائقي المركبات لمنع وقوع الحوادث المرورية اثناء القيادة بكافة المحاور من تلك الخطوات التي يجب ان نتبح جميعا منعا لنزيف الاسفلت او نزيف الدماء يجب الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن اهميتها في الحفاظ على ارواح سائقي المركبات التأكد من صلاحية الاطارات والفرامل قد يؤدي ايضا الى عدم وقوع حوادث عدم التصابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق المختلفة الالتزام بسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز اثناء القيادة تجنب تخطي السيارات اثناء السير بالطريق يجب الالتزام السائق بقواعد المرور اثناء القيادة على مختلف الطرق الانتباه جيدا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران زي ما حصل في هذا الفيديو توقع دايما عزيزي المشاهد التغيرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد جدا وصرعة البديهة اللي لازم تكون موجودة في التعامل مع اي طارق قد يحدث عدم تعاطي ايضا المواد المخدرة على الطرق اثناء القيادة لمنع الحوادث الى هنا مشاهدين تنتهي تفاصيل هذه التغطية من تلفزيون اليوم السابع اتمنى لكم السلامة جميعا بشكركم على طيب المتابعة والى اللقاء